الوزير عبداللطيف وهبي يعود غاضبا من جونيف بعد إبعاده في لقاء رسمي أفادت مصادر عليمة أن وزير العدل عبداللطيف وهبي حل صباح أمس الثلتاء بمكتبه الوزاري بالرباط بعدما غادر جونيف غاضبا مكتفيا بلقاء بعض المسؤولين بينهم وزير العدل المالي إثر استبعادهم من تقديم كلمة المغرب بمجلس حقوق الإنسان وتكليف وزير الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم ناصر بوريطة بتلاوة كلمة الدولة المغربية بأرفع مجلس أممي لحقوق الإنسان مباشرة بعد لقائه وزير الخارجي الفرنسي بالرباط في اليوم ذاته وهكدت المصادر نفسها لموقع الزنق عشرين أن وهبي كان قد غادر المملكة الأحد في اتجاه جونيف لتلاوة كلمة المملكة المغربية كما واضب على ذلك بشكل سنوي وبقوة القانون بحكم أن مرسوم اختصاصات الوزراء أعضاء الحكومة أن أعطى بوزير العدل مهمة الوصاية على المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وهذه الأخيرة هي المكلفة بحقوق الإنسان وكذل استعراض الدولي الشامل والتقارير الفرعية وجميع الآليات المرتبطة بموضوع حقوق الإنسان وشددت المصادر ذاتها على أن عودة الوزير وهبي كانت مبرمجة بعد غدنا الخميس بعد أن يكون قد تلا كلمة المغرب بجونيف وحضر كافة الأنشطة المرتبطة بالمجلس غير أن إبعاده عن تلاوة الكلمة وتكليف وزير الخارجية من جهة عليا عجل بعودته للرباط ليصبح الثلاثاء في مكتبه بوزارة العدل شكرا